لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة نساتي سادتي مشاهدين متابعين في كل مكان أسعد الله مساكم بكل خير وتقبل الله مننا ومنكم صيامكم وقيامكم يسرني أن ألتقي بحضراتكم في هذه الليلة في هذا المساء عبر شبكة قنوات أبو ظبر ياضية من هنا من أستاذ كوبان في مجورة من معلول يستعيد تياغو الكانتارا منتخب إسبانيا يبحث عن انتصار كما هو المنتخب التونسي أيضا يبحث عن انتصار معنا لاعبي المنتخب التونسي موجود أمامنا كوستا قائمة مودلة إسبانيا كرة للأمام لكن التغطية من أحد الأسماء الكبيرة في المنتخب الإسباني يترك هذه الكرة لتياغو لكن سأل الكرة في يد حارس المرمى تمرين إلى جوردي ألبا البحث عن رودريغو ميرينو لكن التغطية من مرياح مدافع كبير لمنتخب تونس قبل مواجهة إنجلترا هنا تحرك من سيلفا لكن الكرة تحولت يحاول في هذه الكرة إيسكو يرعب لكرة أرضية مرت هذه الكرة لكن التغطية ما زالت الفرصة شركتها في كاس العالم في 78 بعد هذه المحاولة إيسكو برافو حارس المرمى البلبولي البلبولي طبعا هو المثلوثي لكن سمي بالبلبولي نسبة إلى أعربي طلاق سريع هذه كرة محاولة بخطى دفاع من إسبانيا كرة لتونس لكن الكرة السهلة في يد حارس المرمى هذه خية في أول حضور في أول فرصة كانت تونس قريبة من أن تتقدم كانت النسور قادرة على أن تحلق يا فرجاني لعب لسبيرانس لعب الترجي يحاول في هذه الكرة آنيس لعب لكرة إلى فخر الدين بن يوسف واسبرون لعب نادي لاغان تواز البلجيك السيام بن يوسف على الكعب نجيبي الإمام طارق ذياب حمد العقربي تميم اللي سينطلق في ليلة الخميس بلقاء يجمع الأخضر السعودي كرة إلى فخر الدين بن يوسف الروج الروج في مواجهة الدخية لكن الكرة يفشل في السيطرة عليها فخر الدين من الكرة إلى ركلة مارما يستعيم هناك فرجاني ساسي كرة أرضية بعيدة على فخر الدين عبتغتية من أودريو الثلاث باسبانيا بثلاثة ألقاب 64-2008-2011 رأسية الكرة بتعد بتمر كرة السليتي إلى خارج أرضية تم العب ثالث حضور برافو للنسور برافو للنسور يبدو بأنه هذا الرجل لوبوتيقي قلق قلق الكرة إلى جوردي يلعب لكرة أرضية خطيرة هذه الكرة لكن برافو البلبولي الكرة عند البلبولي ليحمل شارة القيادة لمنتخب تونس في مباراة الليلة هذه الكرة مرت سيلفا 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 دافيد سيلفا لكن التغطية بشكل رائع من ياسين طبعا من البلبولي في اللغة الماضية الاعتبار بأنه المدافع كان في رقابة هذه تزيدة قوية من راموس لكن مرت بسلام بدأ المنتخب الإسباني يضغط على مرمى تونس يحاول يهدت كرة أولى كانت من رودريغ مورينو وهذه محاولة ثانية عن وعن عشقه لتونس الخضراء كرة من هناك كادريوثول لا يا ساتر أستر كرة لن بالإضافة للعب رقم 17 سخيري لعب مومبيلي لكن البركة في شباب تونس البركة في إحفاد حنبعل القائد القرطاج الكبير كرة إلى روكنية لمصلحة المندر فقط مدرب مقارنة بالأسماء طبعا روي هوتسون وبقية الأسماء الفي ار عودة بالكرة إلى حارس المرمى البلبولي هناك صفر وخطة السلامات للمدافع ياسين مرياح ياسين مرياح ياسبان أمام هولندا خمسة واحد كل إقليم كتالونيا كانوا شجع هولندا وشجعوا المعلومة البحثة العرضية فاخر الدين فاخر الدين هالكرة هداف واحد صفر مش معقول أمام المرمى مش معقول السليت أمام المرمى كيف ضاعت يا نعيم كيف ضاعت يا سليتي أمام المرمى فرصة هدف في الأخطر في شوط المباراة الأول تونس تلعب لكنها لا تتقدم على إسبانيا راموس يعاطب حكم المباراة نايهاوس ماذا تطال يستعيدها البدري مرة أخرى يشعر بالحرج منتخب إسبانيا يدافع بكل في اللقاء الماضي عنده الكراء كراء يهر فيها من هناك تياغو برافو البلبو ثالث هدف لبلانكو رأول أسطورة إسبانيا والريال الكراء في مكان خطيرة 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 مثل هذه اللقطات مثل هذه عنها فواث لا نريد أن نشاهدها أمام إنجلترا في كل مباراة تونس في المندي إلى لعب حريف إلى لعب مهاري أنيس البدري واحد لوحد يخوف أنيس 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 ماذا يفعل ياسيم مريع في هذه الكراء الكراء كانت أقرب إلى البلبولي صحة نياستا في وسط الملعب يحاول في هذه الكراء نياستا يقول لك كراء في مكان خروج البلبولي خروج البلبولي في مبدأ الفقة في وسط الملعب حتى لا يغضب مشجعي البارسة نريد أيضا أن ننصف البارسة في هذه المقولة بأن البارسة طبعا أفضل فريق لعب كرة قدم في 2009 كلمسة يد واضح على أن يستفيها لغطة الماضية الكراء إلى تياغو تياغو مر يكسب خطها تياغو في هذه اللغطة من أمام فرجاني ساسي ونصيب في هذه اللغطة طبعا تياغو ألكنتارا ونصيب تياغو ألكنتارا في انتهت آخر محاولة منتخب إسبانيا للأمام لكن منتخب إسبا تونس إلى الراموس راموس يلعب الكراء وضعية تسلل وضعية تسلل في هذه اللغطة وضعية تسلل لكن حكم المباراة بيمون الكراء إلى خارج أرضية الملعب يحتسب إلى ركلة بارما بوخ ناي هاشو تسليت نايم يعيد الكراء في وسط الملعب تمشي إلى صيام بن يوسف عنيس البدري التفوق على إيسكو عنيس العب لكراء أرضية راسية من هنا عن شوط المباراة الأول نايم السليتي يحاول انتهى شوط المباراة الأول بصافرة بوخ ناي هاوس مشاهدين متابسف معلول في وسط ملعب صغيري الساسي سيف الدين خاوي على اليسار البدري على اليمين السليتي وفي المقدمة فخر الدين بن يوسف فيما إسبانيا بدأ ديالبا تفاهم كبير بينهم في البارسة والتفاهم أكبر أيضا مع المتادور لكن هذه بعيدة نيستا وانت تمنى أن تكون صيام خطيرة هذه الكرة منتخب إسبانيا يضغط لكن معلول يخلص هذه الكرة برافو حتى من المباراة خب التونسي مرتين دربة ترجي هذه كرة الأمام الترجي الكرام طبعا الموجودين في السودو التحليل هذه كرة في مكان فاسكيت سلبادري خطيرة هذه الكرة للمتادور خطيرة لإسبانيا لكن هناك تسييد جوردي ألبا بعيدة يا جوردي بعيدة كرة جوردي ألبا إلى خارج أردية للملعب هذه الكرة إلى ركلة مرمى حقيقة بلا فاسكيت أمامه معلول فاسكيت يلعب لكونا في مكان لكن برافو المدادة طبعا شهدنا تفوق على مستوى السيطرة البوزوشين خطيرة هذه الكرة لكن برافو البرافو المدافع ياسين مرياح شهدنا بوزوشين سيطرة لإسبانيا وبالتالي فضل اختيار المتخب الإسباني كرة من هناك خطيرة الكرة قوية من سيلفا لكن من دون متابعة هذه معروفة لا تزديدة أو أسست من جانب سيلفا لم يكن في وضعية تسلل على اعتبار بأن التخطي من المدافع ساروخ إسبانيا عن تخت تمثيل إسبانيا يعرف أنه لا يتمشي هذه الكرة في اليمين أثبت وجوده في تشكيلة نبيل كونه لا نعيم السليتي نعيم الكرة بتاظر في قطع من الدفاع خطيرة هذه الكرة لإسبان آه على دفاع تونس آه على دفاع تونس والله عليك يا حارس تونس أي من البلبو للحذر تونس تخوف على مستوى الدفاع هناك أخطاء هناك أخطاء يجب أن يصلح نبيل معلول إلا لا تلاتيكو على الغريمة التقليد للريال تقدم من الدفاع كونه رامل بجو انطلاقة سريعة كرة تونسية للنصور هذه الكرة ضعيفة مثل هذه الكرة كرة من بيكي لكن يلا يا سيام ماذا يفعل سيام بن يوسف كرة بي خلص الدفاع هناك وضعية تسلل يرفع الراية المساعدة أو الركلة حرة غير مباشرة لمصلحة منتخب تونس لمصلحة منتخب تونس كلنا نريد أن نهتف تونس بن يوسف في الكرة آه 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 الأخطاء الدفاعية الأخطاء الدفاعية برافو قرأها 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 البلبولي قرأها البل من المحيط إلى الخليج كرة إلى لوكاس فاسكيت أبعيد الكرة إلى ناكشو تمشي هذه الكرة إلى ماما تغتي من الدفاع تسديد أبعيدة تماما إلى خارج أرضية مرعب إلى ركلة مرمى أسنسو إلى كوكي كوكي يبحث عن أرضية عالية للماما برافو برافو المدافع برافو لي الله على المتخب توسي خلاص خلصت راحت الكرة واحد صفر واحد صفر لإسبانيا واحد صفر ياغو أسباس يفعلها في مرمى النصور بعد خطأ بعد أن عمل كل شيء الدفاع والحارس عادوا لكن لم يشتت الكرة تتقدم إسبانيا بهدف معلش في دفاع ترجمة نانسي قنقر ثقم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر